متابعيني أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من قناتكم القناة الطبية المتنوعة بناءً على طلبكم ناس كتير طلبوا مني يا دكتور عايزين حلقة عن لاصق طأم الأسنان لأن مشاكله كتير عايزين نمسك مشكلة مشكلة ونشوف حلها النهاردة لو هنمسك أول مشكلة اتضح طبعاً أن استخدام اللاصق بيزيد من تآكل العظام وبيخلي الطأم يوسع مع الوقت طب إيه السبب في كده؟ السبب بيحصل بطريقة غير مباشرة إن الناس لما تلاقي الطأم واسع تبتلي تعتمد على الطأم تنبسط إن الطأم اتحسن ثباته أو ثبت باستخدام اللاصق أولاً بتقعد بالطأم ملزوء لفترات طويلة قوي ممكن 24 ساعة تفضل لبس الطأم بدون ما تخلع الطأم في وسط الوجبات بعد الوجبات بدون ما تخلع الطأم في النوم يعني زي ما بنقول بتنبسط إن الطأم ثابت باللزم طيب المشكلة في كده إيه؟ المشكلة في كده إن الطأم لما بيفضل فترات طويلة جداً فيه الفم يعني 24 ساعة غير الناس اللي بتنام فيه كمان بيحصل تآكل وضغط على اللثة بصفة مستمرة فبيحصل تآكل فيه عظام الفك بطريقة أسرع هو طبعاً تآكل الفك أو عظام الفك كده كده هيحصل ولكن بيزيد قوي لما الطأم يبقى لبسينه 24 ساعة أو بينام به الدورة الدموية لللثة مفيش دورة دموية الأكسجين مش داخل لللثة العظم بيبتدي يتأثر خاصة لو إحنا عندنا مشاكل بتزيد من هشاشة العظام أو تآكل العظام زي هشاشة العظام زي مرض السكري زي نقص الحد في فيتامين دال أو فيتامين دي زي نقص الكالسيوم غير طبعاً إن اللاصق مع الطأم الفترات طويلة هيزود لي مشاكل البكتيريا والتهابات اللثة والقرح والفطريات كل دو وكل ده برضو بيلعب دور في تآكل العظام كمان الطأم لما يوسع نتيجة لتآكل العظام الناس تبتدي تزود في طبقة الصمغة أو طبقة الغرق أو طبقة اللاصق طيب معنى كده إن أنا كل شوية يحصل تآكل في العظم والمسافة تزيد ما بين الطأم وما بين العظم أو ما أنا مزودة اللاصق ده طبعاً مش حل وبعد كده هيبقى في تكتلات كبيرة وطبقات كبيرة جداً من اللاصق والطأم بعد كده مش هيبقى ثابت خالص أنا أشوف حل تاني وأكسر الدورة ديت وأبتدي أفكر فيه إني أروح للطبيب وأديق الطأم أو أعمل بطانة أنا تكلمت قبل كده عن طبطين الطأم وتكلمت عن عمل البطانة المنزلية كمان وشرحته بالتفصيل في فيديوهات سابقة طيب المشكلة التانية وحلها مشكلة التانية إن بيبقى المعظم الأدهيسيفز أو اللاصق طأم الأسنان اللي متوفرة في السوق فيها مادة الزينك الزينك على المدى الطويل يعني اتضح إن الناس اللي بتستخدم اللاصق على المدى الطويل سنة واثنين وثلاثة وعشرة حصل لهم نوع من أنواع تسمم الزينك لأن الجسم محتاج الزينك ومهم جداً لصحتنا ولكن لما بيزيد عن حده نتيجة للاستخدام أو إدمان استخدام اللاصق فبالتالي ممكن يحصل الزينك بويزنينج أو تسمم الزئبق من ضمن الآثار الجانبية للاصق طأم الأسنان أعراضه طبعاً ممكن يبقى فيه دوار غثيان قيء ممكن بعد كده يبقى فيه تلف في الأعصاب يبقى فيه تنميل وخز في المنطقة ممكن يبتجي الشخص يحس إنه مش عارف يمشي كويس أو على طول مصدع على طول حاسس بعدم توازن ممكن يبتجي يؤثر على الأعصاب ويعمل لي شلال بسيط كل الحاجات دي من أعراض تسمم الزئبق طيب الحل إيه دكتور؟ الحل إن إحنا هو الزينك بيزود قوة اللاصق فبالتالي أنا ممكن أختار اللاصق يكون خالي من الزينك وده الوقت متوفرة في الأسواق اللاصق الخالي من الزينك وفي نفس الوقت يكون ثباته أو القوة بتاعته عالية أو أشوف اللاصق يكون نسبة الزينك فيه أقل شوية أو أحاول أني أنا مبلعش كميات من بواقع اللاصق على اللافة كمان لو أنا باخد مكملات غذائية أو باخد زينك خارجي لأن أنا عندي نقص في الزينك أبتجي أنتبه أزبط الجرعات لأن اللاصق اللي فيه زينك بيبقى فيه نسب عالية طيب فيه مشكلة كمان بالنسبة اللاصق طقم الأسنان أنا بحاول أستعرض معاكم كل المشاكل وحلولها اللاصق طقم الأسنان فيه ناس كتير بيبقى عندها منه حساسية لنوع معين أو تركيبة معينة في اللاصق ده وقت هتحس بحساسية يعني هتحس بتهيج في الغشاء المخاطي للفم اللسان يبتدي يورم الشفيف تبتدي يورم إحمرار ارتفاع في درجة الحرارة كل دي من أعراض الحساسية العادية بالتالي يبقى أنا أوقف فورا من اللاصق دوت وأعمل شيفت أو أشوف لاصق طقم أسنان تاني يكون ما بيعمل ليش حساسية عن طريق التجربة بجرب كذا نوع أو أشوف المادة وأقرى النشرة لو المادة دي موجودة بحاول أتجنبها طيب مشكلة تانية اللاصق طقم الأسنان لما بيلزق على اللاثة يعني بقايا لاصق طقم الأسنان في ناس بتشتكي أن بقايا لاصق طقم الأسنان بتلزق جامد قوي على اللاثة ناس بتبتدي تستخدم دوافرها علشان تشيل بقايا اللاصق ناس كتير تبتدي تستخدم فرشة خشنة قوي تجرح اللاثة وتبتدي تعمل قرح ما تقدرش تلبس الطقم بعد كده وتعمل لي التهابات أنا عملت حلقة مخصوص عن إزالة طرق إزالة بقايا لاصق طقم الأسنان ممكن واحدة واحدة بفرشة نعمة خالص أمضمض الأول بمية دافية وأبتدي أشيل بصباعي من غير دوافري ممكن بعد كده أجرب أني أستخدم مية دافية وملح ونسبة الملح ما تكونش كتير عشان ما تسبب ليش التهابات أبتدي أمضمض بمية دافية المية الدافية هتبتدي تخلي اللاصق طري شوية أقدر أشيله بفرشة نعمة خالص أو بأدية المضمضة بالزيوت قد تساعد أيضا يعني أمضمض بالزيوت زيوت طبية طبعا مضمونة من مكان مضمون زيت الزتون أنا تكلمت قبل كده برضو عن طرق المضمضة بالزيوت لأن لها طريقة معينة في المضمضة ما ينفعش لو مضمضتها بطريقة غلط ممكن أشرق أو تدخل أو في المجرى التنفسي فلازم برضو لها طريقة معينة أمضمض بزيت جزهند الزيوت دي بتخلي اللاصق لين وطري شوية ممكن أشيل به كمان في طريقة تانية أني أجيب شوية مية دافية وأحط عليها شوية مضمضة مضمضة تكون بتحتوي على الكحول في مضمضات بتحتويش على الكحول مش هتنفع معانا لكن في مضمضات بتستخدم بيبقى فيها نسبة كحول قد تساعد أيضا أن نحن نشيل بقايا اللاصق طيب في مشكلة تانية برضو ناس كتير بيعانوا منها هي مشكلة أن لاصق طعم الأسنان ممكن يكون مريحهم وبيثبت الطعم لكن فيه ناس كتير قوي بتقول لي يا دكتور طعم اللاصق وحش قوي لدرجة أن بيخليني أرجع أنا مش قادر أستخدم اللاصق محتاج أستخدم اللاصق لكن طعمه وريحته في بقي ما خلياني متضايق طول اليوم ومغيرالي طعم الأكل ومغيراليش طعم المشروبات ومتضايق جدا والطعم ده أنا بالنسبة لي مكرومة دلوقتي حاليا نزلوا كتير من لاصق طعم الأسنان عديم الرائحة وعديم الطعم وفي حاجات بطعم بقى الفراولة طعم المونت النعناع القرنفل لو حضرتك أو حضرتك بتحبي الرائح أو الطعم بتاع القرنفل والزنجبيل والحاجات دي أتمنى تكونوا استفدتم النهار ده من الحلقة بس تقبل استشاراتكم واستفساراتكم الطبية في التعليقات برد على كل الاستشارات الطبية في مجالي طب الفم والأسنان والفكين وخاصة طبعا التركيبات المتحركة مجلسير التركيبات المتحركة بدعوكم لمشاهدة قائمة التشغيل أو البلايليست بتاعة التركيبات المتحركة الكاملة والجزئية فيها أكتر من 75 فيديو خاص بطعم الأسنان والتركيبات المتحركة ما تنسوش الإعجاب بالفيديو مشاركته ليستفيد الآخرين طبعا وكنوع من الدعم للقناة أكيد إلي لسه ما اشتركش وحابب يشترك في القناة يشرفني مش هطول عليكم بتمنى لكم دايما دوام الصحة والعافية وشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر